بسم الله الرحمن الرحيم احذروا نداهة المهدي المنتظر هناك بعض الأفعال إذا قمت بها نادتك نداهة المهدي المنتظر سأذكرها لك هذه الأفعال إذا قمت بها ووضبت عليها ووقعت في حبالها أفكار وتصرفات وأفعال إن قمت بها أصبحت مهيئا لأن تنادي عليك نداهة المهدي المنتظر فإذا نادت عليك نداهة المهدي المنتظر لا تملك إلا أن تقول على المهدي المنتظر على المهدي المنتظر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد في البداية وقبل أن أبدأ بسرد رأي الطب والاستئناس به في تلك الحالات المتكررة وكذلك رأي الدين وموقف العلماء من هذه الحالات المتكررة أريد أن أقرر ثم أشرد الحالات تباعا وأضعها بين يديكم أيضا أريد أن أقرر حقيقة في البداية لابد أن نعلمها ونعرفها تماما أن خبر المهدي المنتجر عن رسول الله ثابت على رأي جمهور العلماء وأغلب العلماء يبقى إيه موقف إيه موضوع المهدي المنتجر خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن به هيكون في آخر الزمان في حد حاكم صالح اسمه المهدي المنتجر رجل مصلح يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا نؤمن بكده ونسكت خلاص ولا ننتظر ولا نوقف حياتنا عشان ظهور المهدي ولا نظل ليل نهار نحكي ونتكلم في موضوع المهدي اللي احنا بنقاوم الناس اللي بتعمل كده واللي هما جاءوا بالأمراض للناس بسبب هذا التكرار والخيالات والأمور دي يب إذن موقفنا أن المهدي المنتجر ده شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن به وانتهى الأمر نؤمن به كما نؤمن بباقي أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي حقيقة لابد أن نضعها بين أيدي حضراتكم في أول الأمر ثم بعد ذلك سنذكر الطب موقفه إيه العلماء موقفهم إيه من تكرار حالات المهدي التي تظهر صباحا مساء صباحا مساء صباحا مساء ثم أيضا نرشد إلى أن ممكن إنسان يوضع في ضغوط معينة ومواقف معينة فيريد من نفسه ومن أعماق نفسه أن ينتصر لنفسه فيدعي أنه المهدي عشان هو يأتي بحقه أو يعني يرضي نفسه أو يعمل قناعة داخلية إنه هو هيأتي بحقه فيبا هو المهدي ومنتظر ظهور نفسه والكلام ده كله عشان يأتي بحقه الضائع أو ظلمه الذي وقع الناس عليه بهذا الظلم يعني إنسان متهد إنسان مظلوم إنسان منتهك الحقوق إنسان بيؤدي ممكن يؤدي ده إلى تضخم الزات ويدعي إنه هو فلان وفلان وفلان معايا يبا دي واحدة غير إن العلماء بيقولوا إن ده مرض جيني يعني بس منتظر الظروف التي تتهيأ لكي يظهر فإن كان حامل هذا الأمر يعني فيه هذا الأمر يحاول قدر إمكانه أن يتعايش ولا يظهر ذلك للناس لأن ده مرض ده مرض لكن إن وضع فيه ظروف هيأت له أن يظهر فيه هذا المرض فهو لا يملك إلا أن يستجيب لنا الداهة المهدي المنتظر التي نحذر منها يبا نمر واحد إذا وضعت في ضغوط إلجأ إلى الله واطلب العون من الله وانتظر أن الله سيأتي إليك بحقك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة ولا تلجأ إلى الإدعاءات ما تلجأش إلى المقاومة الزاتية إنك إنت فلان وإنك إنت فلان وإنك إنت سيد العالم وإنك إنت فتى الشرق العظيم وإنك إنت المهدي المنتظر وإنك إنت الرجل الأوحد في مخابرات العالم وإنك إنت كل دي هلاو السمعية وبصرية تأتي لمن تأتيه نداهة المهدي المنتظر طيب أيضا من ضمن الأمور إيه؟ احذر أن تداوم على الاستماع للقنوات اللي عمل سيل جارف من قصص المهدي وأخبار المهدي وأحداث المهدي والمهدي النهار ده ظروفه كذا وبكرة ظروفه كذا وأتوقع كذا ولا أتوقع كذا أمثال قناة الشيخ خالد المغربي اللي جاء بكرسي وجلس في المسجد الأقصى طول النهار ما ورهوش أي شيء إلا خزعبلات وأفكار وخيالات وأمور وترهات المهدي المنتظر فليجلس يتابعه انتظر بعدها أنه هيدعي أنه هو المهدي المنتظر أيضا القسم السالش وهو قسم القنوات المتخصصة في الرؤى والأحلام الخاصة بالمهدي المنتظر القنوات دي ممكن تجنن العاقل النهار ده المهدي المنتظر مسحور رؤية سيدة ترى المهدي المنتظر أصابه الصداع النصفي سيدة ترى المهدي المنتظر منع من الظهور سيدة ترى واحد رأى فلان رأى وترجمت وتفسير وسيدة ترى أن المهدي مسحور وممنوع من الظهور والناس تجلس تسمع فاللي عنده مشكلة يا زون الله يقب أنا فعلى طول يتقمص شخصية المهدي ويهيئ لنفسه كل الظروف التي تجعل نداهة المهدي المنتظر تأتي وتنادي عليه وإذا نادت عليك نداهة المهدي المنتظر هتجد نفسك بتصرخ بأعلى صوتك وتقول للجميع أنا المهدي المنتظر وبعد أن تنادي والله لو اجتمعوا الناس كلهم عشان يطلعوا من دماغك الفكرة دي النجندة مش المهدي مش هيستطيع خلاص نداهة المهدي نداهتك وهتمشي المشوار لآخره خلاص فاحذر أن تنادي عليك نداهة المهدي الايه المنتظر لأنها لو نادت عليك يا حبيبي خلاص لن تنافع في دنيا ولا غيره هتجلس طول النهار تزعم للناس أنك أنت المهدي الايه المنتظر وإنك مسحور وإنك ممنوع من الظهور وإنك كذا وإنك هيكون زوجتك خمسين زوجة وإنك أنت مش عارف قصص كده لا يعلمها إلا الله بتحصل تحصل في دماغ من نداهت عليه نداهة المهدي المنتظر احذروا نداهة المهدي المنتظر تعالى كده في الأول أذكر لك أكثر من 30 حالة نادت عليهم نداهة المهدي المنتظر ووقعوا في حبائلها ولا يستطيع أحد إخراجهم من أنهم المهدي المنتظر تقنعهم مستحيل ولا حد ومنهم ناس لهم أتباع وليهم مريدين وليهم محبين وقعوا تحت سيطرة نداهة المهدي المنتظر خلاص اللي بتنادي عليه ما بيرجعش اللي بتنادي عليه نداهة المهدي المنتظر بيروح وما بيرجعش تعالى شوف معايا كده 30 حالة أكثر من 30 حالة هشردها واتباعا في حلقات 3-4 حلقات كده هنذكرهم وورهم لك رأي العين وشوفهم لما نداها نداهت عليهم ماذا قالوا وماذا أصبح حالهم لكي تحذر أن تكون ممن نادت عليهم نداهة المهدي المنتظر شوف نداهة المهدي المنتظر نادت على مين رقم واحد المهدي العراقي الملتحي هوردهولك بعد كده اتنين المهدي العراقي رحيم رحيم الكليم أكيد أنت شفته قبل ذلك وهتشوفه تاني رحيم الكريم يبا دا نمرة اتنين نمرة ثلاثة المهدي المقنع شفته قبل ذلك نمرة أربعة المغنيات التونسية يمان العميري دي بتقسم بالله أنها هي المهدي المنتظر رقم خمسة المهدي أبو عصايا ووردهولكو وهوريهولكو تاني سريعا إن شاء الله ستة المهدي التونسوي اللي هو ملك السنافير ملك السنافير المهدي التونسي سبعة المهدي اللبناني المثقف راجل موظف وظيفة حلوة لكن للأسف ندهت علينا الداهة للمهدي المنتظر رقم تمانية علاء مهدي آخر الزمان أكيد أنتو شفته بتسمعوه دايما في حلقاته على قناته كده يأتي أهلا بيكو علاء مهدي آخر الزمان إيه يحييكو ده رقم كام رقم تمانية طيب رقم تسعة المهدي القاروي هوريهولكو هتشوفه رقم عشرة أحمد سبيدر فات الشرق العظيم عندنا اتنين فات الشرق العظيم أحمد سبيدر وإيه وعماد سعد اللي اتنين لهم حيسية ولهم احترام وكل شيء لكن للأسف ندهت عليهم ندهت المهدي المنتظر لكن هم أصبحوا أعلى من المهدي المنتظر في نظرهم إنهم فات الشرق العظيم مش مجرد مهدي لأ ده فات الشرق العظيم يبه رقم عشرة أحمد سبيدر فات الشرق الإيه العظيم رقم حداشر المهدي أبو سجارة وعباية دايما تشوفه كده ماسك سجارة ولبس عباية هوريهولكو هتشوفه أهو ده مهدي من المهديين برضو رقم اتناشر المهدي اليمني العادي لأن في مهدي غير عادي هذكره لك أيضا اللي هو ناصر اليماني ناصر اليماني لكن ده المهدي العادي مهدي يماني عادي خالص يعني المهدي اليمني العادي تلاتة المهدي المنتظر منذ عدة سنين المهدي كده بيقول إنه هو أنا المهدي اللي بتنتظرني منذ عدة سنين هوريهولكو هتشوفه أربع تاشر المهدي النزير المهندس خريج جامعة القاهرة مهدي مهندس محترم جدا لكن للأسف نادت عليه نداهة المهدي المنتظر رقم خمستاشر المهدي المنتظر الواقف على باب المسجد رجل طلع على باب المسجد كده وبدأ النداهة نداهت عليه فبدأ يصرخ أمام المسجد أنا المهدي المنتظر معايا المهدي المنتظر على باب المسجد ده رقم خمستاشر رقم ستاشر خالد المولد لكن خالد المولد السعودي ده لما نادت علينا الداهة المهدي المنتظر إيه اللي حصل؟ قال إنه هو المسلم الوحيد في العالم ده أخطر كده المسلم الوحيد في العالم مين هو؟ قال خالد المولد اللي هو نادت علينا الداهة للأسف الشديد رقم 17 عماد سعد الله فتى الشرق العظيم وحاكم مصر 2024 كما كان يزعم ودحنا في 2024 ولا أصبح حاكم ولا أي شيء خالص يب عماد سعد الله ده فتى الشرق العظيم رقم 2 رقم 18 المهدي الذي ظهر مع الشيخ مصطفى العدو بيقول له أنا المهدي حاسس إن أنا المهدي الشيخ قال له ولا أنت المهدي ولا أي شيء رقم 19 المهدي الجزائري المهدي الجزائري ده خطير جدا ده زعيم الدول العربية وزعيم الشرق وزعيم الغرب هتشوفوها ورهولكم المهدي الجزائري ده رقم 20 المهدي الأسمر عمل شعره كنيش عالي كده ومهدي بشرته سمراء رقم 21 المهدي المكلف في إقامة العدل مهدي أيضا بيزعم أنه مكلف من قبل الله بإقامة العدل في الأرض رقم 22 نبيه المهدي إحنا عندنا أربع سيدات اللي تزعوا منها المهدي واللي تزعوا منها الجساسة واللي تزعوا منها الدابة والمهدي أربعة منهم نبيه العصر الحديث بتزعوا منها نبيه العصر الحديث وهاوردها لك يا بتحقي قصتة حصل لها إيه وأصبحت نبيه ومصر أنها نبيه لكن للحقيقة أنها نادت عليها نداهة المهدي المنتظر ربنا يحفظك ويحفظنا جميعا من نداهة المهدي المنتظر رقم 23 المهدي الشاب شاب كده وسيم جميل بيزعم أنه هو المهدي المنتظر هاتشوفوه أيضا رقم 24 المهدي المدعي أنه ابن النبي ده ما اكتفاش بأنه المهدي لا ده بيدعي أنه ابن رسول الله ويأتي بأدلة على كده أوريلك كلامه شخصيا يعني رقم 25 المهدي الفيومي ده مهدي من الفيوم المهدي عندنا أشكال وألوان وأنواع وأجناس المهدي الفيومي رقم 25 رقم 26 دي سيدة الدابة المصرية تقسم أنها هي الدابة الدابة المصرية نادت عليها نداهة المهدي فقالت أنها الدابة هي من مصر الدابة المصرية رقم 26 طيب رقم 27 الدابة الليبية تقول أنها الجساسة دابة وجساسة دي من ليبيا رقم 28 المرأة المهدي المنتظر سيدة تشعر أنها حقوقية وأنها ناشطة وأنها كذا لكن بتقدم نفسها على أنها المهدي المنتظر نادت عليها نداهة المهدي مش ممكن تقنعها إلا أنها المهدي المهدي المنتظر المرأة الحقوقية يبا دي رقم 28 رقم 29 الأخ المحترم مصطفى مشعل أظن كلكم يعرفونه لا توجد شاشة من شاشات التلفزيون لم تستضف مصطفى مشعل بيزعم أنه هو المهدي المنتظر في أحد الأقوال وثلاث أقوال تنين شوفوه أنتو وهتعرفوا وقال إيه رقم 30 ناصر محمد اليماني المعاصر حاليا واختلت اليمن أولوه أتباع وبينزل بيانات على النت وبيتحدى علماء العالم أن ينظروه وطبعا هم بيعرفش يقرأ قرآن ناصر محمد اليماني واتصل بي مدير مكتب ناصر محمد اليماني من حوالي سنة ونص كده وبيقول لي أنت ليه بتهاجم المهدي ده أنت يريد تكون معانا وفي صفنا ممكن أوري لكم رسالة بتاعته إذا شاء الله سبحانه وتعالى وردت عليه عملت حلقة على مدير مكتب ناصر اليماني ده يبى رقم 30 ممن نادت عليه من الداهة المهدوية هو ناصر محمد اليماني المقيم في اليمن الآن وعامل ضجة كبيرة وعمال لناكف هنا وهنا وما عملش أي شيء إلا أنه له أتباع كثيرين يعني يتبعونه ويعتقدون أنه هو المهدي المنتظر وبالمناسبة صديقه المقربة خطف مرة وأنا شرحت الكلام ده في الحلقة بتاعت المهدي اليماني ناصر محمد اليماني طيب دول سرد سريع للحالات اللي اتخطفت ونادت عليهم نداهة المهدي المنتظر واستجابوا واللي بيروح في السكة دي ما بيرجعش فاحذروا أن تنادي عليكم نداهة المهدي المنتظر وإلى هنا أتوقف لنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة لنكمل في الحلقة المقبلة رأي الطب إيه في الحالات المتكررة التي تدعي المهدوية ونكمل في الحلقة القادمة رأي الدين ورأي العلماء الدين إيه في حلقات المهدوية المتكررة اللي بتحصل صباحا مساء ثم نقدم نمازج من هذه الحالات تباعا التلاتين حالة دول كل حالة ناخد كل حلقة ناخد مثلا سبع تمن عشر حالات زي ما نشوف كما يستوعب معنا الأمر ونشوفه مدرسهم عشان أنتوا حضراتكم تحذروا نداهة المهدي المنتظر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته